كشفت لجنة الامن النيابية ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على مساودة قانون التجنيد الالزامي مشيرة الى اتفاق غالبية اعضائها على مساودة القانون قال عضو اللجنة سكندر وتوتا ان اللجنة اتخذت خطوات مهمة بشأن صياغة مساودة القانون مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على تلك المساودة حيث تنتظر اللجنة اعادتها اليها لاتخاذ اللازم بشأنها واكد وتوتا ان ممثلي المكون السني وافقوا على ضرورة تشريع القانون ولم يتبقى سوى وصول مساودته من مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها